أنتوني مودست كلام إنه في المباراة الودية قدم مستويات جيدة أنتوني مودست نضم الأهلي في الصيف حتى يازل اللحظة لما يقدم شيء باستثناء هدف كان رائع جدا السوبر السوب هدف السوبر هل تتوقع هدف غالي غالي طبعا بس هل تتوقع إنه يظهر بشكل أفضل بعد فترة التوقف أتمنى ولكن يعني بيبقى فيه كده يعني حاجات بتظهر من البداية الكريمة أنا ما يخيفيني بس في نادي الأهلي إنه هو بقى له فترة ما بلعبشه ما تشاط يعني هو بعيد عن المباراة بقى له فترة بس ما أعظم لعبته كده الدولية ليش ما اختلفناش بس أنا عايز أقول برضو احتكاكات المباراة اللي هي وراء بعض كان لفل النادي الأهلي وصل للمستوى مميز جدا في مباراة السوبر بعدها يمكن أربعين يوم برضو هيحصل فجوة كبيرة جدا فأنا عايز أقول برضو المباراة الخبرات بس خبك وده ينطبق برضو إنه حتنا على شباب بلزداد أكيد طبعا أكيد بس وبرضو في لعبة كتير رياحت يعني اللي كان بيشتك لعبة عايزة تريح ما اختلفتش بس مهم جدا هيبان بقى دور الجهاز الفني والمخاطط الأحمال في الفترة دي إنه خلي بالك بيفرق كتير جدا لما بتبقى بتاخد فرقة وهي في أعلى مستوى ليها سواء لقى بدنية أو فوز بالبطولات وبعد كده تريح فترة تيجي بقى ده شغل الموديل الفني النهاردة الفرقة ترجع بالشكل المطلوب وأعتقد إن الكولر حصل معا الأمر ده من فترة والنادي الأهلي رجع بشكل يمكن أفضل من مكان فهيبان هيبان الشكل والأداء التكتيكي بالنسبة للكولر في اللياقة البدنية بالنسبة للعيبة نادي الأهلي طبعا نادي كبير نادي عريق ترجمة نانسي قنقر